الشيوخ الذين يعظمونه السودانيين نشروا الشر يعني مثال مثال بسيط عبد الرحيم البرعي انت ما تكوريك اول ما نجيب اسمه اول ما تذكر اسمه تلقي كوريك اتحك حك زي الخشية له النملة في ظهره اتحك حك والله كنت معي شي كويس يا مولانا يا اخي فداعي هاسي كوشن الفداعي ماذا الموضوع ذات انت لو فيهمتا حتمشي معي كويس زي ما كنت معي شي كويس اما لما الشغل ما وقعت لك بتاكوك تتحك حك ومولانا والله كان كويس تحكين بدا يطلع من الشارع واذا تقال نسا يكركشة وشنوط بيقى يطلع من الشارع ها عبد الرحيم واقي على البرعي وما من خاف منه تقابين خاف منه اصلا ما من نذكره في اي محل نكشفه لك برا وجوا وبحرا وفي الصحراء وفي اي محل تهمتا ما من خاف منه وانت اصلا الصوفي بيعتقد انه البرعي يقدر يسوي جي قال نزل طيارة قال في اللبيت خليه نزل طيارة فوق راسنا اسي منزلها في اللبيت مطار ما فيه خليه نزل طيارة فوق راسنا دي بس خليه يسوي اي هذا ما قلت الشيخ دل بينفخه ها قل لك والله الشيخ ده ينفخك يعوج حنكك يقول لك كم ناكر زايد نكرانه عفصوا الشيخ طلع مصرانه خليه يطلع ما بيقدر يسوي اي شيء في امتى والله ما بيقدر البرعي ده الناس بيعرفوا ليه خير الشعب السوداني بيعرفوا له خير بيقول لك هذول ده حفظ القرآن ده خير ولا ما خير خير حفظ القرآن كويس فتح خلاوي كويس اكل الكسرة كويس مع انه كسرة مره مشي�ى له ما مشكلة كويس اكل الكس자가 زوج الشباب كويس ما مشكلة افتتح الكبرى كويس ما مشكلة نزل طيارة فإنه في اللبيت خليه نزيله ما مشكلة ما مشكلة أنت ده كلو ما عارفو هاي طيف فيش انت ما عارفو ليه ما دارت عارفو انت عندك بس شخصية دي عبارة عن شخصية ما ممكن تغلط أصلا مستهيل إلا يكون رسول البرعي رسول called bes prison لما رسول إلا يكون رسول حتى تقول له يا زولدة معصوم ما بيغلط طيب البرع ده عنده شر نشره في المجتمع ونشر الشر ده في قصائد معينة قصائد لحنوها عشان انت ما تفهم الشرى جوا يجيب لك قصيدة ساقيت الليل عمالك يرقص السوق المركزي كله والله العظيم وما فاهمين ما فاهمين زولدة بيقول فيشنو بس يقول لك ساقيت الليل عمالك يا السلام اوه التعارف ابوك الشيخ بيقول فيشنو لما عارفه ترقص ساي اتصلوا دار ترقص امش ترقص ما ديك الجماعة بتايننا الجماعة ديك كله حرام لكن اخير رجز ديك من رجز الجماعة بتاين البراي والله شفت الجماعة البرقصو مع الفنانات وده لخير من ده وكلهم حرام في الناي داك حرام وده حرام في القصائد دي البراي بنشر الشرك الشرك بالله تبارك وتعالى يا اخي عنده قصيدة اسمه احمد الطيب ابن البشير دي قصيده اداء الزولة التانية هداء العلم البرعي الشغل ذاته هو العلم الشرك والكفر هو النجر الطريقة السمانية في البلد دي عرفتها احمد الطيب ابن البشير مدفون في مرح مدفون هناك البرعي بتكلم عنه قال الم ترى ان الله ايده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كايحيائه ميتا وكالبنت بعدما اتت وهي انثى للذكورة تغلبه البرعي قال لك حمد الطيب ابن البشير يحيي الموتى يحيي الموتى يعني انت تعرف احمد الطيب ايجي ماري بمقابر الصحافة تقول انت عندك خالتك توفت قبل فترة دار تعرف الحاصل عليها شنو كتمت فيها ولا الراقدة فيه نعيم تمش لا احمد الطيب تعجر بيه تعجر له ام جات تجيبه تجيبه تجي تقول لها ليه قال الله ابو الشيخ يا هندي خالته اسمه امنه اسمه حج سكينة يقول لها حج سكينة اهي استاند اب فوق تفتح القبر تجي مارك زي العفريتة اوه خالته مشتاقين والله الينا فترة ما شفناك هل حاصل شنو لا يا ولدي طيبين والله الاولاد كيف كويسين اهي كويسين يلا رجي عاشي خش فيها حج سكينة مع السلامة اوه خش عجوة تعليه ياخي ده فيه تومنجيري مافي والله والله شغل زيدة فيه تومنجيري مافي والأناس البره اذا دار يلعب بعقولنا ولا شون زول يطلع على موت زول يحيي الموتى يا خصبر يا الله يديك تعالي بعدين ان شاء الله زول يحيي الموتى مع الله تبارك وتعالى فيه زيدة مافي ياخي يحيي الموتى من صفات الله تبارك وهو الذي يحيي ويميت الله تبارك وتعالى المصيبة التانية قال البيت بيقلبه ولد احمد الطيب البرعي قال احمد الطيب انت ما تقول له ما قال هو قال والكتاب فيه نجيبه لك تعمل دائر صوت نجيبه لك صوت دائر البرعي بيصورته نجيب البرعي بيصورته ما عندك مفرد دائر محل الكتب في الدارة سودانية الكتب تاني نزول لك شنو نعمل لك شنو اكتر من كده قال البيت يقلبه ولد الله يخلوقه بيت الله خلقه بيت جابه بيت كده بيت لانه في الرحم الله بيقول له بيت ولا ذكر في الرحم الكلام ده في الرحم مش صلحة بيت قال لك الشيخ يقوم يقلبه ولد انا ما عارف بيقلبه ولد ليه يعني الشغل اناك صاولاد يعني بيقلبه ولد ليه ويقلبه كيف ذاته يا اخواننا في ذول بيقدر يغير خلقة الله تبارك وتعالى والله ما في ذول ما في ذول بيقدر يغير خلقة الله تبارك وتعالى ده كمان نفس القصائد بتاعها كلها والله موجودة في المجتمع قصائد البرعي موجودة في المجتمع ما يعني ما ما حاجة نحن قاعد نجيبه من من جهر ولا من حتة قال وليسكر اسمه عند القبر يسعد وله سلم يا ولد القلب البت ولد قال لبيسكر اسمه عند القبر يسعد يعني احمد الطيب ابن البشير تذكر اسمه بس عند اي قبر ابوك مات تعال اقف فوق القبر بس اقف بس قول احمد الطيب ابن البشير افوت طوالي هنا طوالي قال لك ابوك يسعد جوا يسعد طوالي والله انت لو ما شبه كلام البرعي تتورط ورطة والله تتورط ما تعرف الورطة دي اليوم القيامة نحن جاينك هنا شان نوريك الحق من الباطن جاينك شان نوريك ان الناس ما عندهم دين صحيح دين صحيح ما فيه التصوف الان قدم للشعب السودان اشنو؟ سؤال ماذا قدم التصوف للشعب السوداني؟ وسؤال ثاني اهم من كده انا ذاته الان انا دار ابقى صوفي انا دار الله صوفي يجينينا يناقشني ما بيقدر ما بتقدر والله تخوش هنا شان تبقى ذي الشافع صغير كده الا يشيلوك يطلعوك بره ما تقدر والله كبارات خشوا نضموه نضموه او هتحاول تخوشوا كده انا دار ابقى صوفي الان دار انا ابقى صوفي وريني ميزة ميزة في التصوف عند المسلمين ما فيشا شان انا ابقى بيا صوفي ولا ما كده اخوانا؟ انت الان دار تعمل لك شركة اكيد عندك مميزات مش كده؟ تخليني انا اخلي شركتي شان اجي الى شركتك انت مش كده؟ انا الان دار ابقى صوفي دار الله صوفي برا يجاوب الكلام ده وا بتقدر والله يا صوفي وريني ميزة في التصوف عند المسلمين ما فيشا شان انا ابقى معاك صوفي هتقول boarding後 التصوف اهل الذكر المسلمين ما بيذكروا? بيذكروا اذا اللي ما انافع هتقولưởي التصوفilla بيصلوا على الرسول كتير المسلمين ما بيصلوا على الرسول الكتير؟ بيصلوا اذا ديل انا بقده منافع هتقول toget Artsawuf بحفظ القرآن المسلمين ما بيحفظوا القرآن بيحفظوا اذا اللي ما انافع حتقول لي التصوف من صفاء القلوب نقول لك المسلمين برضو قلوبهم صافية حتقول لي التصوف هذا العلم والزهد والأدب بقول لك المسلمين عندهم علم وزهد أدب معناته أنت تصوفك فاشل بنسبة مليون في المية والله إذا ما في حاجة بتخلينا أبقى أبقى صوفي في صوفي برة أرفع صوفي أرفع صوفي وين زول؟ دار واحد وخش تعال خشين خش ما بتقدر يا زول ما بتقدر أوه يا زول شغل ده سخون شفت شفت الشغلة مما تبقى شغلة بتاع الجد جد الجمابيل بتو هنا يا زول مصنع الرجال وعرين الأبطال خش خش المحل دين تعال والله أديك المكروفون بس ألك سؤالين بتطوطي حين لصلاة صبح في صوفي خاشي خش تفضل داري الناس ألك سؤال بس انت صوفي انا دارس انت انت صوفي صوفي ولا ما صوفي لو ما صوفي تفضل معلاش نحن مع زايcing صوفي انت صوفي ياخذتها ما صوفي يا غلا انا دائر صوفي صوفي نجيط يكون صوفي نجيط جاي من الزريب هذه في صوفي زي ده يخوش بيجاي فيه وين وين لا ما صوفي فوت لا لا فوت 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 فوت. ما اصوفي مع السلامة طوالي. يا ناس الشغلة نحنا بنعمل كده ليه? شان تعرفوا انه الكلام ده حق. كلامنا اللي بنقوله هنا في الحلقة. حق ما في دول بيقدر يواجه. والله ما بتقدر تواجه. الكلام ده حق يا ناس بالقرآن وبالسنة حق. شو غدا فصله ولا شو? الكلام ده حق ما بيقدر يواجه. الشيوخ الكبار. ما تفتكر انه الشغلة دي. هنا في الحلقات بس. شيوخنا الكبار في البلد دي. طلبنا انه الواديهم اكتر من مرة. ما بيجونا. الشيوخ الكبار. اه يا ما في مشكلة. خليك رايك. والله ما في مشكلة اصلا. ما مشكلة اصلا. انت صوفي? اه دارت? لا 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 نحنا. اسأل. 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 تعال اسأل. اه واسأل. دائر شنو? دائر شنو? دائر شنو? النفقة. ها. طيب نجاوبك. تفضل. ما تفضل نجاوب لك السؤال. خلاص خلاص خلاص. خلاص خلاص. خلاص خلاص. ما عنده حاجة يا اخ. زول ما عنده اي حاجة. زول داري عمل جوطة ساي. ما عنده شي في النهاية. روق روق ما في حاجة. السؤالك شنو? ايو 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 ايو. انا دعو مخلوق الناس يعوارا요. الناس يعوارا are yeah. польз. Difficult. ارينا. ارينا. عليهاي عملية وراء ياعم خلاص ارجع وراء. يا شيخ ارجع وراء. ارجع وراء. ارجع يا. ايو زل في محلو يا. يا شيخنا. دقيقة يا دقيقة. دقيقة يا شيخ. اسمع. ده ما محل حرج يا ده ما محل هرج. ده محل اللي تبيهين الحق. بس. خلال سوانا. ان شاء الله نختم لانه صلاة المغرب قربت. يوم الثلاثة الجاي. اذا في ذول عنده شيخ كبير. بعرفه ناقش. شيخ كبير. جيبوه. ناقشه في المحل ده. شيخ كبير يكون. ما تجيب لنا زول ساي. شيخ يكون كبير شيخ طريقة. جيبوهنا ناقشه. السلام عليكم.